أهلا بكم عهد جديد من التنمية شهده صعيد مصر خلال السنوات الماضية عهد وضعت خلاله القيادة السياسية تطوير وتنمية الصعيد في صدارة أولوياتها ويمكن القول أن أرض الجنوب بدأت عصرا جديدا من الازدهار مع تولي الرئيس عبدالفتاح سيسي المسؤولية فلم تفرق الدولة خلال هذه السنوات بين الوجه البحري والقبلي وبين الشرق أو الغرب فجميع محافظات مصر لها الحق في البناء والتنمية والتطوير شهدت محافظة الصعيد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح سيسي قيادة البلاد مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة وذلك في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ورفع كفاءة الطرق والمحاور وتغطية الترع وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات تتجاوز 16 مليار جنيه ولأن البنية الأساسية هي عصب التنمية فقد تم الانتهاء من تشغيل 387 مشروعا في صعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل مياه الشرب والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية خصصة الدولة ضمن موازنة عام 2022 و2023 نحو 3.3 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد والذي تم إطلاقه في عام 2016 بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة في تلك المحافظات بلغت نحو 396 ألف فرصة عمل هذا ويشير تقرير مستهدفات خطة العام المالي 2022-2023 والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد بالإضافة إلى المحافظات الحدودية ولأن الإنسان هو محور الاهتمام فقد جاءت التوجهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجاً بالصعيد من خلال الاستهداف الجغرافي لثمانين قرية أعقبها برنامج عمل الحكومة التنموي 2018-2022 والذي يركز على تحسين مستوى معيشة المواطن واستهداف الفجوات التنموية في الريف بصعيد مصر وفي عام 2019 أطلقت الدولة المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استهدفت حوالي ثلاثمائة وخمس وسبعين قرية هي الأشد فقراً والتي كان أغلبها في محافظات الصعيد لم يقتصر اهتمام الدولة المصرية بصعيد مصر على مجرد تنفيذ البرامج والمشاريع بل كانت هناك الزيارات الرئاسية لصعيد مصر فزار رئيس عبد الفتاح السيسي محافظات السيوت وقنة وسهاج وأسوان وافتتح عدداً من المشروعات التنموية في قطعات الصناعة والإسكان والبنية التحتية والتنمية الحضرية وغيرها من المجالات وهكذا تثبت القيادة السياسية أن اهتمامها بصعيد مصر ليس مجرد شعارات وعبارات رنانة وأرقام جوفاء بل جاء تبني الحكومة لسياسات وتوجيهات القيادة السياسية ليؤكد جدية الدولة في تعويض صعيد مصر عن سنوات التهميش والإهمال ترجمة نانسي قنقر